السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن نفترض تيك توك لكن قبل أن نفترض تيك توك سنرى نحن من معنى 111 ومكشرين وليس لدينا ضحكة قبل أن نرى نحن أو هم يريد تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدعمونا بلايك الفيديو لكي نستمر لأننا نضحك ينضحكم ينضحكونا أو ينضحكو يتضحكو علينا أرمو مصالع سنة النبي من المواقف المضحكة نعم الكوكتيل صغيرة وخلي بالك الكوكتيل ده خلي بالك العين عليك يعني أي واحد مسلم يا جماعة في أي دولة من الدول عليه العين شوية يعني امتبه أنت مراقب يعني مراقب ازاي يعني دايما ينتظر منك الأفعال الحميدة الحسنة فمن المواقف المضحكة جدا جدا كان فيه امرأة عجوز يعني كبيرة في السنة جدا في أمريكا وكان في نفس الغمارة أو البرج اللي فيه هذه العجوز بهذا البرج كان فيه منطقة فيها عمل في البرج وبعدين فيه واحد مسلم موجود معه فكان زوجته بتشتغل معه في نفس المكان فكان كل يوم صاحبنا المحترم معه السيارة يعني السيارة العربية وبعدين يجي يوصل عند الشغل وبعدين أول يوم السيت العجوز دي بتحضر إلى إلى هذا السائق ووجدته أوقف السيارة ثم أغلق الباب ثم استضام وأمريح فاتح الباب لمن؟ للزوجة العزيزة فأعجبت هذه المرأة العجوز بهذا المشهد وبعدين قلت في نفسها يعني ما يمكن هذا موضوع رومانسي يعني بيدلاحة كده كان عريس جديد عريس جديد كده في الأول كلمتان حلون وبعد كده في أيام الخطوبة أو أيام الزواج بحبك وعمل قلبه وبعد كده ينشف قلبه فهي تنشف قلبه صلوا إذا عدب عليها فالمهم هذه العجوز راقبت هذا الرجل في اليوم الأول اليوم الثاني الثالث يعني على مدار شهر كامل وهي تنظر إليه كل يوم يأتي يطف السيارة ثم يعني يستدير يتدور الجنب الثاني ويفتح الباب لزوجته وهي تنزله فهذه المرأة العجوزة يعني قررت أنا لازم أذهب وحيي هذا الرجل هذا نادم جدا أنت تتلاقي في أي دولة من الدول رجل بهذه الأخلاق الحميدة بهذا الجمال أنا أقول لكم المسلم مراقب الناس يعني تنتظر منك الأخلاق الحميدة وتنتظر منك أن تكون ذاكي ممكن بالذكاء أن تتسبب في هداية الكثير من الشباب والفتيات سبحان الله هذه العجوز كررت أن تذهب إليه مسكت العصاية تعتم بلغة المصرية إلعى وجاية وبعد ذلك السنة العصاية ذهبت إليه وقالت له لقد أتيت إليك يعني لأحييك وأشكرك لأنك عملة نادرة وأنت أثبت لنا بأن المسلمين على خلق والنبع للسلام طبعا يا جماعة يقول إن أكرركم مني منزلني يوم القيامة أحسينكم أخلاقا فقالها لماذا قالت له أنت تأتي كل يوم ثم يعني أصبحت مثالا أعلى في حياتنا توقف السيارة على مدار شهر كامل ثم تأتي تستدير تليف الجلب الثاني لتفتح إلى زوجتك لتفتح لها الباب وإذا تقول لها تفضلي قالت له المشكلة إن الباب خسران وهو مش بيفتح إلا المدال فأفتح يعني لماذا هذا ممكن مشهد واحد يخليها تأسلم المشهد الثاني لا أعرف أن أكمل الضجل الذي يبيع يبيع يقول له التفاح البلد والتفاح الأمريكان وبطخ على السكين لا أعرف أن أكمل منه أكمل أكمل ولو سمعت الصوت وأنتم حرم معه أبو تعالى أقول البطخ والتفاح تمام الكوكتيل في الصغار الثاني كان فيه إمام بدأ يصلي بس خده حت الكهف على أفاف السليل كيف كان فيه رجل على سفره وبعدين دخل يصلي خلف الإمام دخل يصلي خلف الإمام فالإمام المحترم قرأ صوت الفاتحة ثم تلا سورة البقرة كاملة في الركعة البولة ثم بدأ الركعة الثانية سورة الفاتحة وقرأ سورة آل عمران كاملة كان في صلاة الفاجر وبعدين سلم من الصلاة وحينما قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أرجو أن لا ينصرف أحد قال له لماذا؟ قال لقد يقنت أنني دخلت إلى الصلاة ولست على طهار يقول أن هذا الأقعم صفعه بالكف على وجه أو على طفاة فأنا ذهب إلى أمير الدولة فقال له لماذا ضربت هذا الرجل؟ حاول له التحقيق أنت ضربت هذا الرجل فحكى للأمير ما أفضل الحاجة إبراهيم فباختصار شديد ذهب حاوله التحقيق فالأمير بمتاع الدولة يقول له كيف تضرب الإمام ويصدر لكم؟ فقال له لقد افتتح الركعة الأولى بصورة البقرة فقرأها 286 آية وفي الركعة الثانية قرأ سورة العموان 200 آية وبعد ذلك التفث إلينا وقال أعيدوا صلاتكم فلقد تذكرت أنني لست على طهارة قال له الأمير لو كنت معك لأوجعته ضربة يعني هناك كوكتب طبعا إفتحنا ولا بتعدي تيك توك هذا أيضا يعني هذا لا أذكر اسم البلد ولا اسم الأخ الذي حدث معه ذلك كان فيه أخ يحفظ كتاب الله كاملا ومعه إجازة بلوية حافظ عام عاصم في القرآن وصوته الشجيء طيب لكنه لا تصدر في يوم الأيام أنه يدخل يصلي إمام بالناس صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدر أيضا أنه يدخل يصلي كان دائما يصلي مأموم وهكذا يعني تواضع لله في يوم في رمضان رمضان يعني أيام من شهور من سنوات قليلة تأخر الإمام ولم يأتي فكل الناس أشاروا قال له هذا يحفظ القرآن كاملا دخلوا يصلي فبالفعل غصبوا عليه دخل صلى فقرأ في صلاة الإشاء كلهم الله أحد الله الصمد وبعد ذلك يبلع عليهم كل المسجد لم يعدوا لم يولد لم يعدوا لم يولد فالمهم فأصرها في نفسه قال ماشي فأنا مبلع عليهم كل ما حفظه والله واحد يقول لهم يلدوا لم يولد فقرأ في الرقعة الثانية سورة الفلق وبعد ذلك يعني أنتهى من صلاة الإشاء ويدخل في صلاة التغوير دخل بقى في صورة الأعراف قرأ 15 آية في الرقعة الأولى و15 آية في الرقعة الثانية ويقرأ بقى براحته خالص ألف لام م صال ويقبل براحته ويقف ويأخذ نفسه مرة واثنين بين الآية والثانية وبعد ذلك ينتظر بقى يحاول بقى أنه يشوف الفترة لماذا هو أخذ؟ يعني ثانيتين في النفس وصورة كله والنبأ أحد صورة الإخلاص لم يلد ولم يولد كل المسجد يرد عليه فلما انتهى من الصلاة سبحان الله ده انتفت إليهم وقال لهم أنا وقفت أكثر من كم مرة لماذا لم تردوني ولا أجدت لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد فإحنا وإحنا وإحنا ممكن لنحك الناس بس بنحول بقدر إحنا نجيب أشياء محدثت بالفعل حتى لا نفترع على أحد وكمان النكة محرمة من كذب علي متعمدا فليتبقى مقدر من الظهر وخلي بالك من يعني من ضحك الناس من كذب ليضحك الناس أكام الله يوم القيامة يلا يا دكتور أسما وقف في التصوير هتضغط على الإيوة لكم نص